خسارات واستنزاف للعراق وتقطيعه إلى أشلاء على يد حروب بددت فيه الاقتصاد والازدهار نتجت عن هذا كله جثث هامدة وسيرة دم لم تتوقف لكن قيمة الدم العراقي الغالية يرد عليها اليوم القائد العام للقوات المسلحة بكلمة كفا فالمقابر تحدث غصة والشباب يسقطون فداء بأرواحهم للبلاد في سبيل الحرب على الإرهاب كلمات أكدها مصطفى الكاظمي كقائد للقوات المسلحة ورئيس وزراء في حكومة تتحدى رؤوس الإرهاب الكبيرة بإعلان استمرار العمليات الأمنية الاستباقية في كل يوم مؤخرا أعلنتها مدوية كسيرة ظهر خلايا صناعة الموت بالقضاء على والي الجنوب والقضاء على والي العراق أو كما كان يسمي نفسه فلا والي للعراق إلا شعبه ورايته عمليات بطولية عراقية ترفع اسم العراق وتعلي لغة النصر وهزيمة جماعات الإرهاب والقضاء على جماعة كاملة ومقتل أكثر من 42 إرهابيا جنوبي نينوة ينادي العراق فيلبي أبناؤه جيش نحو معركة تطهير الأرض من إرهاب وتسوية حسابات يكشف الكاظمي ويفضح مستور جماعات حاولت أن تصنع أوهاما وتخطف عنوين دينية وقومية يستغلونها في أجندات سياسية ضد العراق حديث يجيب على كل تساؤلات عن موعد استقرار العراق فالقاصي والداني أمامهم الكلمة الفصل بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وكلمة كفاء هي الأولى اليوم في حسابات أمن الوطن كفاء للموت كفاء للخسرات كفاء للسماح بتحقيق نفوذ جماعات تشوش عاطفة العراق باسم الدين والقومية ونداء ضروري بلسان الكاظمي أن العراق دولة لا تبنى إلا بمساندة العراقيين للمؤسسة الأمنية فالوطن مسؤولية مشتركة لتجاوز المسيرة بعزم وثابات ونجاح الانتخابات نزاهة وشفافية وعهد يوم جديد يعيد ما قد مات